حلول العام 2040 سيحتاج العراق إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر الحاحة فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو شامل تقرير صدر عن البنك الدولي أكد أن العراق يعد من بين الدول الخمس الأكثر عرضة لعواقب التغير المناخي وفق الأمم المتحدة كما أثرت عقود من النزاعات على البناء التحتية للبلاد واقتصادها المعتمد بدرجة كبيرة على النفط والذي يمثل نسبة 90% من الإيرادات فريد بالحاج نائب مدير البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط والشمال أفريقيا أكد أن العراق يواجه ثلاثة تحديات أساسية هي المياه والتصحر إضافة إلى تلوث الهواء ويقدم التقرير مجموعة توصيات وإصلاحات بينها لجراءة الطارئة التي ينبغي على العراق القيام بها لوضع حد للنقص في الكهرباء لا سيما عبر إنهاء حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط وضرورة الابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط والتحول نحو اقتصاد أكثر تنوعا يقوده القطاع الخاص يتمتع بالقدرة على خلق فرص للعمل ترجمة نانسي قنقر